نحاول تبسيط الأمور المعقدة جدا يجب أن نقول أسيل نقاط العالقة الخلافية هي واضحة تقريبا للجميع ولكن بالتحدي نتحدث عن عودة سكان غزة إلى شمال القطاع السيطرة على محور فلادلفية وقضية نهاية الحرب فيما يتعلق بعودة سكان غزة إلى الشمال رويترز تقول أن إسرائيل وافقت أو على الأقل قامت ببحث قضية من سيطر على محور فلادلفية مع وضع منظومة تمنع التهريب من مصر إلى قطاع غزة مكتب رئيس الوزراء كما قلت ينفي هذا الأمر في الواقع تمت مناقشة هذا الأمر في يوم الجمعة الأخير مع رئيس المساد رونينبار عندما كان في الدوحة هذا لا يقول أن إسرائيل وافقت على هذه الخطوة ولكن تمت مناقشة الموضوع ويمكن أن يكون هناك انفتاح معين على هذه النقطة رغم أن محور فلادلفية حقيقة أسيل هو أصبح كبلدة إسرائيلية بلدة عسكرية بالطبع الحال ولكن هناك كل ما يلزم الجنود والجنود متموضعون هناك بمئة بالمئة نستطيع أن نقول موضوع آخر هو قضية عودة السكان إلى شمالي الخطاع ولكن قبل الانتقال لهذه النقطة بريغ هذا أيضا ما يعرق إلا ربما التوصل إلى صفقة هناك إسرار من قبل مصر أيضا وحركة حماس على ألا يكون هناك أو تكون هناك قوى إسرائيلية في المنطقة نعم هناك من جانب آخر الجانب الإسرائيلي وكذلك الولايات المتحدة هي واضحة بالنسبة لقضية أنه لا يمكن أن يكون في اليوم التالي مجال لتهريب الأسلحة إلى خطاع غزة عندها يكون كل هذه الحرب منذ بداية أو حتى اليوم لا معنى لها بالنسبة للجانب الإسرائيلي قضية العودة إلى الشمال مكتب رئيس الوزراء يقول لن يكون هناك عودة لمسلحين إلى الشمال يكون مفتوح تيرنيت سريم ولكن لا يعود مسلحين النقطة هنا في السبع والعشرين من مايو الأخير إسرائيل وافقت على هذا الأمر كانت قد أعلنت تخليها عن هذا الشرط ولكن الآن رئيس الوزراء نتنيهو بتصريحاتها الأخيرة والأربع نقاط الشروط التي تحدث عنها يقول أن هذا الأمر غير ممكن حاليا يتم البحث في نقطة معينة وهي أن يكون هناك ضمنات أمريكية أن لا يعود مسلحون وفي حال عادة مسلحون وتم التأكيد على ذلك عندها إسرائيل يمكن أن تعتبر ذلك كأنه نوع من إخلال الاتفاق وتستطيع العودة إلى القتال هذه الطريقة لكي تسمح لنفسها إسرائيل بأن يكون هناك فعلا عودة للقتال في نهاية الأمر من إجهة أخرى وأخيرة هي قضية وقف الحرب نتنيهو هناك اتهمات له بأنه هو من يعطل الصفة لأنه مصر على هذه القضية ولكن بطبيعة الحال هناك مناوئون لأن نتنيهو في الجانب الإسرائيلي يرددون ما تقوله حماس بالنسبة لهذه النقطة ولكن في الواقع أيضا منظومة الأمنية الإسرائيلية ذكرت تصريحات رونين بار قبل قليل الذي أيضا تحدث في هذه النقطة وقال أن يجب على إسرائيل أن تضمن لنفسها قضية العودة إلى القتال في كل نقطة لماذا؟ لأنه في حال انسحب الجيش الإسرائيلي في المرحلة الأولى المرحلة الإنسانية من قطاع غزة عندها لن يكون هناك أي شخص أو أي جهة لديها أي ضغوطات على حركة حماس لكي تكمل هذه الصفقة في حال قررت حركة حماس بأن لا تقوم بتحرير المختطفين أو من الأسرى الجنود عندها لا يمكن لأي أحد أن يضغط على حركة حماس لأن الجيش الإسرائيلي أصبح خارج خطاع غزة حتى ولا يعني جانب آخر يستطيع الضغط على حماس كما رأينا لا قطر ولا مصر كذلك ما يقول أن هناك توافق في المنظومة الأمنية على هذه النقطة السؤال الآن كيف سيتم ترجمة تنمر على الصفقة بالكلمات الدقيقة وهذه النقطة المهمة وعندها يمكن أن نعرف إذا كنا سنتوصل إتفاق أولا بليغي صلى دين مراسل أشؤون الدولية أشكرك جزيلا شكرا على هذه المعلومات